أفضوا على الأمن في هذه المحافظة التي تلعم بالاستقرار ما الذي تغير منذ شهرين فما أقر به رئيس الوزراء تطابق تماما مع حال محافظة المهرى الأمن والاستقرار نموذج كرسته هذه المحافظة على همش الحرب المستعرة في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام الأنباء الواردة من المهرى تتحدث عن تبدل في الحال فالتحالف جاء على خجل إلى هنا وهدفه وثقا لهذه الأنباء إحكام القبضة على المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تصل اليمن بالعالم وإنهاء دور القوات التي بقيت تحافظ على أمن المحافظة طيلة الفترة الماضية لكن السلطة المحلية تقللت من أهمية هذه الأنباء موضحة أن مهمة ضباط السعوديين الذين جاءوا إلى المهرى برفقة 21 ضابطا مهريا تلقوا تدريبهم في الطائف هو إعادة تأهيل مطار الغيظة تمهيدا لافتتاحه ووفقا للسلطة المحلية فإن الضباط السعوديين سيباشرون عملهم الفني بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة وإدارة مطار الغيظة والقاعدة الجوية والشرطة الجوية وأمن الموانئ في المطار وسيعملون بجانب الكادر الفني والقوة الأمنية والعسكرية وليس بديلا عنها السلطة المحلية وعلى لسان السكرتير الإعلامي للمحافظة رشدي معيلي أكدت أن الأمن في المنافذ البرية والبحرية على حاله لكن اللافتة في توضيح السلطة المحلية تأكيدها أن العمليات المشتركة للتحالف تأخرت في إبلاغ السلطة المحلية بالمحافظة عن أمر القوة القادمة الأمر الذي أعاق عملية التنسيق والتهيئة لوصول هذه القوة إلى الغيظة بشكل سيابي ولهذا حدث بعض التوتر من قبل الجهات الأمنية في المحافظة أمر يؤكد حقيقة الملابسات الخطيرة التي اكتنفت قدوم قوات التحالف إلى محافظة تظهر هذا القدر من الحساسية تجاه أية محاولة من التحالف لتغيير التركيبة الأمنية وإعادة إنتاج أوضاع أمنية مشابهة لتلك التي تسود في عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحرارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر